استقبل الفريق اول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق كولمان يانج وزير الدفاع وشؤون قدام المحاربين بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لجمهورية جنوب السودان واكد القائد العام على عمق الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعوب وادي النيل التي ترتبط بوحدة المستقبل والمصير مشيرا الى اهمية التعاون والعمل المشترك على نحو يلبي المصالح المشتركة لكافة شعوب الخارة الافريقية وتطلعاتها نحو الامن والاستقرار والتنمية من جانبه اشاد من يانج بالجهود والمواقف المصرية الداعمة لجمهورية جنوب السودان مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر لما تمثله من دور ريادي على المستويين الاقليمي والدولي في التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الافريقية حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة واعضاء الوفد المرافق وسفير جنوب السودان بالقاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر